السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل الفلا هادئ له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد نبدأ بإذن الله تعالى في هذه الليلة أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد بدراسة قصص الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام لو قال لنا قائل لماذا ندرس ونستمع لقصص الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى جعل الإيمان له ست أركان الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقضاء والقدر إذن الإيمان بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ركن من أركان الإيمان كيف نؤمن بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام نؤمن بأنهم عبيد لا يعبدون عليهم الصلاة والسلام ورسل لا يكذبون عليهم السلام وأن الله سبحانه وتعالى أرسلهم وأيدهم بالآيات وأنهم أدوا الأمانة ونصحوا الأمة وبلغوا وجاهدوا في الله حق جهادي نؤمن أن أول الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام أول نبي هو آدم عليه السلام أول الرسل نوح عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء والرسل هو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام كل من ادعى النبوة أو الرسالة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم هو كاذب وكافر كفراً أكبر لا يمكن لأحد أن يدعي النبوة أو الرسالة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ختمت النبوة والرسالة بموت النبي صلى الله عليه وسلم إذن هم عبيد لا يعبدون ولهذا عندما نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده نشهد أن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام هو عبد لا يعبد عبد يعني بشر وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلن هذا للناس قل إنما أنا بشر مثلكم وتميز عنا عليه الصلاة والسلام بأنه يوحى إليه فهو عبد عليه الصلاة والسلام ليس له شيء من خصائص الربوبية وهو عبد يعني أعبد الخلق النبي صلى الله عليه وسلم قال أما إني أتقاكم لله وأخشاكم له ولا طريقة إلى عبادة الله إلا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم العبودية تنقسم إلى ثلاثة أقسام عبودية عامة وعبودية خاصة وعبودية خاصة الخاصة عبودية عامة كل الخلق عبيد لله إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا العبودية الثانية عبودية خاصة هؤلاء الذين استجابوا لله والرسول إن عبادي ليس لك عليهم سلطان كل الخلق لا الذين استجابوا لله والرسول من آمن بالله سبحانه وتعالى عبودية خاصة الخاصة هذه عبودية الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام بل ذكر الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام بالعبودية في أعلى مقامات الرسالة ذكر نبينا عليه الصلاة والسلام بالعبودية في على مقامات الرسالة سبحان الذي أسرى بعبده وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأوحى إلى عبده ما أوحى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده وأعلى وصف يوصف به النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسول عليه الصلاة والسلام إذن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام هم عبيد لا يعبدون ورسل لا يكذبون وأن الله سبحانه وتعالى أرسلهم إرسال الأنبياء ورسل عليهم الصلاة والسلام لإقامة الحجة على الناس وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله إقامة الحج على الناس وبيان الطريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى هو الرب الرب إما ربوبية خاصة أو ربوبية عامة أو ربوبية بأن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وأمدهم بالرزق فهو الرب سبحانه وتعالى هذه تربية يقوم بها الظاهر خلق الخلق وأمدهم بالرزق فهو الرب سبحانه وتعالى وربوبية خاصة حيث أن الله سبحانه وتعالى أنزل الكتب وأرسل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام حتى نتربى في الباطل فالله سبحانه وتعالى خلق الخلق وأمدهم بالرزق هذا ما يقوم به البدن وما يقوم به الروح أنزل الكتب وأرسل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ولهذا كان الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام هم أفضل الخلق الله سبحانه وتعالى خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه ثم أن الله سبحانه وتعالى اختار من الناس صفوة وهم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام أيهم أفضل الأنبياء أم الرسل الرسل عليهم الصلاة والسلام أفضل أو الأنبياء من يقول لي من أفضل الأنبياء أو الرسل عليهم الصلاة والسلام الرسل أفضل من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأفضل الأنبياء الأنبياء يتفاضلوا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض أفضل الرسل هم أولو العزي من الرسل عليهم الصلاة والسلام وهم خمسة ذكروا في الشورى والأحزاب وهم على الترتيب في الفضل نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ثم إبراهيم عليه السلام ثم موسى عليه السلام ثم نوح عليه السلام ثم عيسى عليه الصلاة والسلام إذن أولو العزم من الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام خمسة ذكروا في الشورى والأحزاب ما معنى أولو العزم يعني هم أفضل الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام وهم الذين لحقهم شيء من الصعاب والمشاق والابتلاءات في دين الله سبحانه وتعالى وثبتهم الله سبحانه وتعالى ورفعهم الله سبحانه وتعالى عدد الأنبياء وعدد الرسل عدد الرسل ثلاثمائة وخمسة عشر وعدد الأنبياء عليهم السلام المائة واربع عشرين ألفا لابد أن نؤمن بجميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام واجب على كل مؤمن ركن بركن من أركان الإيمان أن نؤمن بجميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وأن الله سبحانه وتعالى أرسله ونؤمن بما أعلمنا الله سبحانه وتعالى من أسمائهم أسماء الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام الذين ذكروا في القرآن قال ذكر لنا في القرآن من ذكر بأسمائهم خمسة وعشرين نبي ورسول عليهم الصلاة والسلام ذكروا في قوله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام وتلك حجتنا ذكر هنا ثمانية عشر نبي ورسول يبقى معنا في القرآن يبقى سبعة ونظمهم الناظم في قوله في تلك حجتنا منهم ثمانية من بعد عشر يعني هذا ثمانية عشر يبقى من الخمسة وعشرين سبعة ويبقى سبعة وهم إدريس هود شعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم بالمختار نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قد ختموا هذا خمسة وعشرين نبي ورسول ذكروا في القرآن بأسمائهم إذن نؤمن بجميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ونؤمن بمعلمنا الله سبحانه وتعالى من أسمائهم الذين ذكروا في القرآن في الأنعام في تلك حجتنا منهم ثمانية عشر قالوا يبقى سبعة وهم إدريس هود شعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختم ولابد أن نؤمن أنهم عبيد لا يعبدون ورسل لا يكذبون عليهم الصلاة والسلام والله أنهم أدوا الأمانة ونصحوا الأمة وبلغوا وجاهدوا في الله حق جهاده أيدهم الله سبحانه وتعالى بالآيات الصحيح أننا نقول عن الأنبياء والرسل أن الله أيدهم بالآيات يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى نقول آية ولا نقول أن لهم معجزات لأن هذا الذي جاء في القرآن في تسع آيات أما المعجزة قد تكون لغير الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام خوارق العهدات أو الأشياء التي تأتي على خلاف معتاد الناس يعني مثلاً إنسان يحفظ القرآن يحفظ مثلاً صحيح البخاري يستطيع يمشي مثلاً من مسجد قباء إلى المسجد النبوة هذا أمر طبيعي صح أو لا أما يطير في الهواء يمشي فوق سطح الماء يشرب السم ولا يحصل له شيء لا هذا خارق للعادة يعني شيء يأتي على خلاف معتاد الناس قال خوارق العادات أربعة يعني أشياء تأتي على خلاف معتاد الناس أربعة آية وهذه لا تكون إلا للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وقد ختمت الآيات بموت النبي صلى الله عليه وسلم الثاني يقول كرامة وتكون لأولياء الرحمن منهم أولياء الرحمن؟ أولياء الرحمن أسأل الله يجعلنوا ياكم منهم هم الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في قوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون يعني جمعوا بين الإيمان والتقوى ولهذا قال الشيخ الإسلام بن تيمي رحمه الله تعالى من كان مؤمناً تقية كان لله وليا هذه تأتي لهم كرامات بعد هذا الثاء الأول الآية والثاني الكرامة لأولياء الرحمن الثالث المعجزة والفتنة واستدراج وتكون لأولياء الشيطان لا إيمان ولا تقوى كما يحدث نسل عفو السلامة للدجال مثلاً الرابع فضيحة الرابع فضيحة مسيلمة نسل عفو السلامة لو تسأل أي أحد اسأل من شئت من أكذب الناس يقول من مسيلمة الكذاب أكذب الناس نسل عفو السلامة مسيلمة الكذاب من دلائل صدق النبوة عند النبي صلى الله عليه وسلم قصص الأنبياء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخبر الناس بماذا بما كان عليه الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وأيد الله سبحانه وتعالى هذا النبي صلى الله عليه وسلم بآيات النبوة تدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك في المدينة بئر فيها ماء قليل فطلب الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا الماء دعا النبي صلى الله عليه وسلم وبصق في هذا البئر وإذا بالماء يزيل علي رضي الله عنه كان في عينيه رمد دعا النبي صلى الله عليه وسلم وبصق في عينيه برأ كأن لم يكن به وجع قالوا لهم السيلمة كذاب قالوا عندنا رجل فيه رمد تمتم وبصق في عينه ذهب بصر هذه فضيحة كل من كذب على الله يفضح الله سبحانه وتعالى في الدنيا قبل الآخرة فقالوا خوارق العدات أربعة آية تكل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وقد انتهت الآية بموت النبي صلى الله عليه وسلم ولا يمكن لأحد أن يأتي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ويقول عندي آية كاذب وكافر كفر أكبر الثاني آية تكون لأولياء الرحمن من كان مؤمنا تقيه كان لله وليه الثالث معجزة وفتنة واستدراج تكون لأولياء الشيطان كما يحدث قلنا للدجال مثلا الصلاة والسلام الثالث فضيحة كل من كذب على الله يفضح الله في الدنيا قبل الآخرة الصلاة والسلام طريقة أهل السنة والجماعة أسأل الله يجعلنا ياكم منهم أننا إذا ذكرنا الله سبحانه وتعالى نثني عن الله نقول سبحانه وتعالى وإذا ذكرنا الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ماذا نقول عليهم الصلاة والسلام نصلي ونسلم عليهم عليهم الصلاة والسلام نعم أقل شيء لا نذكر الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام إلا بالخير قال بعض العلماء رحمهم الله قال لو لم يذكر لنا في القرآن قصة آدم عليه الصلاة والسلام وما حدث منه من أكله من الشجرة ما استطعنا أن نتكلم كلمة بعد أن تاب الله سبحانه وتعالى عليه واشتباه بل ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى الفوائد والآثار المترتبة على خروج آدم من الجنة ونزوله إلى الأرض وما ترتب عليه من فوائد منها بعثة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام إذن ما يمكن أننا نتكلم فيهم بأدنى كلمة على الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام طيب من أين لنا أن نعرف قصص الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام أين نقرأ؟ كيف نعرف هذه القصص؟ قال القرآن الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن أحسن القصص بل سورة في القرآن كاملة اسمها سورة القصص سور في القرآن سميت بأسماء الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام بل في سورة نوح عليه الصلاة والسلام يقول هذه السورة الوحيدة في القرآن التي لم يذكر فيها إلا قصة نوح عليه الصلاة والسلام ذكر الله سبحانه وتعالى وقالوا أن القرآن ينقسم إلى ثلاثة أقسام القرآن فيه ثلاثة أشياء خبر عن الله وهذا أشرف ما في القرآن ولا تخل منه آية لا تخل منه آية توحيد ولهذا كانت سورة الإخلاص تعدل ثلثة القرآن نعم ثلثة القرآن سورة الإخلاص وسميت بهذا الإسم لأنها أخلصت في وصف الله وتخلص قارئها من الشرك هذا أشرف ما في القرآن ولا تخل منه آية كما قال ابن القيم رحمه الله الثاني أحكام أوامر ونواهي أقيموا الصلاة آتوا الزكاة اركعوا مع الراكعي الثالث قصص لكن القصص ليست فقط للحكاية لا بل للعبرة والاتعاف جاءت القصص في القرآن حتى ننظر إلى مكان عليه الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام أهم ما يكون فيه أن دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ودين الأنبياء دين واحد ولقد بعثنا يعني والله لقد بعثنا في كل أمة في كل طائفة الرسولة ما هذا البعث؟ قال أن يعبدوا الله إذن دين الأنبياء دين واحد عليهم الصلاة والسلام أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت يعني ابتعدوا عن عباد الطواقيت واجعلوا عباد الطواقيت في جانب وأنتم في جانب آخر تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم موعظة للمؤمنين في القصص آية على صدق النبي صلى الله عليه وسلم أن ننظر في طرق الدعوة كيف ندعو إلى الله كما دعى نوح عليه الصلاة والسلام ربي إني دعوت قومي ليلة ونهارة أخذ كل الطرق والوسائل للدعوة إلى الله دعى هؤلاء إلى الإسلام دين الأنبياء دين واحد اختلفوا في بعض الشرائع لكن في أشياء لا يمكن أن يختلف فيها الأنبياء ورسل عليه الصلاة والسلام توحيد الله سبحانه وتعالى الأمر بالتوحيد النهي عن الشرك الخبر عن الله الأسماء والصفات هذه لا يمكن أن تنسخ هذه الصالحة لأنها يقول في كل زمان ومكان إذن هؤلاء الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام حريم بنا أن ندرس قصص الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام ولا يمكن أن نطالع الإسرائيليات لماذا؟ قال لأن عندنا أحسن القصص فلماذا نترك هذا الذي جاء في الكتاب والسنة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه صحيفة من التوراة قال أمتهوكون؟ أشاكون؟ أم ترددون؟ لو كان موسى حياً عليه الصلاة والسلام لما وسع لنتبع عليه ولهذا خص النبي صلى الله عليه وسلم بأمور منها أن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم شريعة خاتمة القرآن ومهيمناً عليه لا يمكن أن نطالع التوراء والإنجيل أو نسمع للإسرائيليات لأن عندنا أحسن القصص في الكتاب والسنة ولله الحمد وقد قال كعب الأحبار لأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه قال آية في كتابكم نزلت لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا يوم نزولها عيدا قال ما هذه الآية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين هذا الدين دين كامل لا يستطيع أحد أن يضيف إلى هذا الدين شيئا ولا يبتدع في دين الله كامل حتى في القصص قال حتى في القصص في كل شيء فقال عمر رضي الله عنه لكعب الأحبار قد نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة في يوم الجمعة يعني اجتمع عندنا عيد الجمعة وعيد عرفة فلا أريد أن أطيل عليكم هذا الدرس اليوم كالمقدمة لدراسة قصص الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام العرب منهم من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام هم خمسة وسنبدأ إن شاء الله تعالى في الدرس القادم بقصة أول نبي وهو أبو البشر آدم عليه الصلاة والسلام أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد بهذا انتهى الدرس الآن أريد أن تشاركوا معي كل واحد منكم يذكر لي فائدة استفادها من الدرس حتى نراجع ونضبط نعم من يبدأ؟ فائدة نعم يا أخي نعم قال من أركان الإيمان الإيمان بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام لابد أن نصدق الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام نؤمن بهم وبمعلمنا الله سبحانه وتعالى من أسمائهم وصفاتهم والآيات التي أيدهم الله سبحانه وتعالى بها والأخبار التي جاءت عنهم تمام ها غيره نعم يا أخي وانت واقف نعم نعم نقول نشهد أن لا إله إلا الله نكفر بجميع معبد من دون الله ونثبت العبادة لله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده أي أنه عبد لا يعبد ليس له شيء من خصائص الربوبية وهو أعبد الخلق لا طريقة لعبادة الله إلا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم ووصف بالعبودية في أعلى مقامات الرسالة بل العبودية تسمى عبودية خاصة الخاصة سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من مسجد الحرام من مسجد الأقصى ورسول لا يكذب عليه الصلاة والسلام نعم فمن يصرف شيئًا من الربوبية للنبي صلى الله عليه وسلم لم يشهد أنه عبد الذي يبتدع في دين الله لم يشهد أنه عبد نعم غيره نعم يا أخي نعم عندنا قلنا فأولئك من الذين أنعم الله عليه من النبيين هؤلاء أعلى شيء وبعدهم يأتي الصديقين وبعد هذا الشهداء وبعد هذا الصالحين عندنا أربع مراتب الصالح هو الذي أصلح بينه وبين الله بفعل الأمر اجتناب النواة هذا أدنى مرتبة أعلى من الصالح من؟ آه الشهيد الشهيد إما شهيد المعركة لكن شهادة حق ليس الشهادة الزور والشهيد العلماء شهداء شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم تمام هذا الشهيد إما شهداء المعركة أو العلماء وأعلى من الشهداء صديقين الصديق هو الذي جاء بالصدق وعلى رأس هؤلاء من؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه والصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها وعن أبيها تمام وأعلى من الصديقين من؟ الأنبياء ورسل عليهم الصلاة والسلام إذن صالح وأعلى من الصالح شهيد الشهيد شهيد وصالح تمام والصديق الصديق شهيد وصالح وصديق والأنبياء شهداء وصالحين وصديقين وأعلى مرتب والأنبياء قلنا عندنا أنبياء ورسل الرسل أعلى من الأنبياء عليهم السلام صح؟ تمام وأعلى الرسل أولو العزم من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام والترتيب على الفضل والله أعلم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ثم إبراهيم عليه السلام ثم موسى عليه السلام ثم نوح عليه السلام ثم عيسى عليه الصلاة والسلام غيره ما شاء الله نعم يا أخي هذا الدين دين كامل ولهذا لماذا نطالع التوراة والإنجيل والقصص واليوم يقول لك عندي كذا وعندي كذا وفلان من اليهود أو فلان من النصارى أو في كذا وفي كذا لماذا تذهب لهذا وقد نهى عن هذا النبي عليه الصلاة والسلام عندنا دين ولله الحمد دين كامل تمام نعم يا أخي القرآن يقول فيه أحسن القصص لا تعدل عنه فتريد قصة يوسف عليه الصلاة والسلام لا تبحث عندك قصة موجودة كاملة والقرآن في إرادة القصص أحيانا يسرد القصة في موطن واحد كما حصل في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام وأحيانا يسرد القصة في سياق لا يتكرر مثل هذا السياق كما في قصة أم موسى عليه الصلاة والسلام في سورة القصص هذا السرد لم يرد في القرآن مثل هذا وأحيانا تأتي القصة في موضع وفي موضع آخر في أكثر من سورة كما حصل في قصة موسى عليه الصلاة والسلام وهذا يدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا دلت هذه الآية أن القرآن عندما كان من الله لا يمكن أن يكون فيه اختلاف تأتي القصة هنا في سياق وهنا في سياق وهنا في سياق لا يتناقض أبدا يصدق بعضه بعضا تمام وأحيانا القصة تأتي بحسب الموطن والشاهد تمام نعم فالقرآن قلنا يقسم إلى ثلاثة أقسام الأول خبر عن الله وهذا لا تخل منه آية توحيد وأشرف ما في القرآن تمام ولهذا كانت سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن تمام الثاني أحكام أوامر ونواحي أقيموا الصلاة والزكاة الثالثة القصص وقلنا القصص لم تأتي فقط للقصة لا بل للعبرة والاتعاذ والتسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وتثبيتا للنبي صلى الله عليه وسلم وآية من آية النبوة وغيرها هذا كثير تمام إذن طريقة أهل السنة والجماعة صلى الله عليه وسلم أجعلني ويوكم منه أنه ما يكثر من القصص لكن تأتي القصة حتى تثبت بإذن الله تكون سوى تثبيتها للإيمان صحيح تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم فتأتي عارضة لا دائمة هذا الأصل تمام ما شاء الله نعم عبد الرحمن وانت واقف دين الأنبياء واحد عليه الصلاة والسلام ولقد بعثنا في كل أمة الرسولة ما هذا البعث قال أن يعبد الله وحد الله واجتنب الطاغوت إذن دين الأنبياء واحد عليه السلام ومن قال لك أن يوجد يهودية ونصرانية ما يوجد من قال هذا من من قال إن الدين عند الله الإسلام من يقول أنه فيه دين يهودية يهود النصرانية من يقول هذا موسى عليه الصلاة والسلام دعا إلى ماذا إلى اليهودية لا والله إلى الإسلام عيسى عليه الصلاة والسلام دعا إلى الإسلام إذن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام دعوا إلى دين واحد ملة واحدة رب واحد توحيد واحد ونهو عن الشرك الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام يصدقوا بعضهم بعضا ويبشر بعضا ببعضا صح أو لا إذن ما يوجد يهودية ولا نصرانية هذا الشيء يعني أحدث بعض الناس إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه تمام ما شاء الله طيب نعم ها يا الشيخ سبحان الله كيف يعبد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وهذه فائدة يقول لا يعلم قبر نبي من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ما نعرف مكان قبر نبي من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام إلا قبر نبينا محمد عليه الصلاة والسلام نعم موسى عليه الصلاة والسلام عند الكثيب الأحمر قال النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام لكن لا أحد يعرف المكان بالضبط إذن ما يعرف قبر نبي من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام إلا قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وقد دعا عليه الصلاة والسلام ودعا بأن لا يجعل القبر الذي قد ضمه وثنًا من الأوثان فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران ما أحد يقول ابن القيم رحم الله لم يصل أحد إلى القبر ويعبد من دون الله حيث أن الله سبحانه وتعالى استجاب للنبي صلى الله عليه وسلم حيث دعا فقال اللهم لا تجعل قبر وثنًا يعبد من دون الله فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران إذن ما نعرف قبر نبي بن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام إلا قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وقد حفظه الله سبحانه وتعالى من أن يعبد من دون الله فهذا الذي يقوله بعض الناس أن يعرف قبل قذة وكذا قبل كذا نقول من قال لك أنه قبر فلان هنا من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ثم أجمع أهل السنة والجماعة على أن للحسين كم رأس كم رأس للحسين رضي الله الحسين كم له رأس ها من قال لك واحد من قال لك رأس في مصر ورأس في الشام ورأس في باكستان ورأس في صحة أو لا راجل واحد عنده خمسة رؤوس ما يمكن يكون هذا حتى لو عرفنا أين قبر الحسين رضي الله عنه ما يعبد من دون الله صح أو لا إذن هؤلاء الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام لابد نجمع لهم بين العبودية والرسالة قال من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده رسول وأن عيسى عليه السلام عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم يعني روح من الأرواح التي خلق الله وضافها إلى نفسه تشريفا ما يعبد عليه السلام والجنة حق والنار حق قال أدخله الله الجنة لأنه شهد أن لا إله إلا الله وشهد أن محمد صلى الله عليه وسلم هو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب عليه الصلاة والسلام بل قلنا أعلى وصف يوصف به النبي عليه الصلاة والسلام ما هو عبد الله ورسوله هذا أعلى وصف يوصف به النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما أنا عبد فقلوا عبد الله ورسوله نعم أطلنا عليكم لا مو مشكلة طيب نعم نعم دعوة الأنبياء ورسول عليهم الصلاة والسلام وأول ما دعا إليهم الأنبياء ورسول عليهم الصلاة والسلام التوحيد بل دعا عليه الصلاة والسلام إلى التوحيد وحذر من الشرك في حياة كاملة حتى وهو في فراش الموت كان يحذر من الشرك ويدعو إلى التوحيد هذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء ورسول عليه الصلاة والسلام نعم وغيره نعم هذه فائدة مهمة جزاك الله خيرا وكذلك جعلناكم أمة وسطة وسطة يعني خيارا عدولة لا إفراط ولا تفريط وهذه الأمة تشهد بصدق الأنبياء ورسول عليهم الصلاة والسلام نشهد للأنبياء ورسول عليهم الصلاة والسلام أنهم أدوا الأمانة ونصحوا الأمة وبلغوا وجاهدوا في اللاحق أجهاته ولهذا ندرس قصص الأنبياء ورسول عليهم الصلاة والسلام نؤمن بهم طيب عندنا آية سؤال هذا أنا أسأل له في آية واحدة كانت عند الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام جميعنا اتفقوا عليها ما هي آية واحدة كانت عند جميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام أنا قلت هذا في الدرس ما شاء الله يلا يا شخ ما هي وانت واقف معلش عتسامحوني اليوم لا لا هذا هذه دعوة الأنبياء أنا أريد آية تدل على صدق الأنبياء ورسل عليهم الصلاة والسلام اتفقوا على هذه الآية لا هذا اتفقوا على أن دين الأنبياء واحد اجلس بارك الله فيك نعم يا أخي لا خال هذا لا آية أقول آية نعم لا نعم هذه الدعوة الأنبياء والرسل عليهم أنا أريد آية تدل على صدق الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام قلت لكم أن خوارق العادات كم أربعة آية تكل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وآية النبي صلى الله عليه وسلم الباقي اليوم القيامة القرآن كيف؟ قال جاء رجل يهودي إلى أمير من الأمراء فأعجب الأمير بهذا اليهود فعرض عليه الإسلام وعرض عليه العطاء فأبى نسل عافى السلام الدخول في الإسلام فبعد زمن دخل اليهودي إلى هذا الأمير مسلما فتعجب الأمير من هذا اليهودي قال ألم تكن صاحبنا بالأمس؟ يعني أنت اللي جئت قبل فترة قال نعم قال هما منعك أن تسلم ذاك الوقت والآن مسلم في القديم كانت الكتب تكتب بإيش؟ بخطوطات بخط اليد قال هذا اليهودي لهذا الأمير قال كان لي خط جميل فذهبت وكتبت عاشرة نسخ من التوراة وزدت فيها ونقصت وغيرت وأدخلتها إلى أهلها فاشتروها مني فعلمت أن هذا الدين غير محفوظ قال وعمت إلى الإنجيل ونسخت منه عشر نسخ وزدت ونقصت وغيرت وأدخلت على أهلها فاشتروها مني وعمت إلى القرآن ونسخت منه عشر نسخ وزدت ونقصت وغيرت وأدخلت هذه النسخ ليس على العلماء على الوراقين يقول من الوراقين؟ أصحاب المكتبات يعني اللي يبيعوا في المكتبات فردوها علي وراقين فعلمت أن هذا الدين محفوظ قال فأسلمت دين حفظه الله سبحانه وتعالى دين كامل فلا يأتي أحد يقول والله رأيت في المنام ورأيت كذا واليوم تصلوا كذا وتصنعوا كذا لا دين كامل لا رؤى لا منامات تغير في الدين صح؟ أي نعم ما يمكن نبتدع في دين الله نصنعه في السلام تمام ما هي الآية إذن؟ الآية قالها شيخ الإسلام بن تيمية في العقيدة الواسطية حيث قال رحمه الله أن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام صادقون مستقون وفي رواية مصدقون أن الله صدقهم قلنا في الأربع الخوارق الرابع فضيحة كل من كذب على الله ها فضحوا الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام صدقهم الله وأيد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام بالآيات صح أو لا؟ نعم إذن الآية التي اتفق عليها جميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام أن الله سبحانه وتعالى صدقهم ويجب على أقوامهم أن يصدقوا الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام نكتفي بهذا المقدار أسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا المكان أن يجمعنا بنبينا عليه الصلاة والسلام في الفردوس الأعلى من الجنة اللهم يا حيا قيوم برحمتك نستغيث واصرح لنا شأننا كل ولا تكننا إلى أنفسنا طرف تعينا أبدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الأخرى حسنة وقنا عذاب النار اللهم وزي خير الجزاء كل من كان سبب في إقامة هذه الدروس اللهم اهدنا واهد بنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الأخرى حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبيه محمد وآله وصحبه وسلم وجزاكم الله خير